يا أهلا وسهلا ومرحبا بأحلى مشاهدين هذه الحلقة مشاهدين كرام سنتعرف على طريقة استرجاع الرسائل الواتساب المحدوفة خطوة بخطوة سأشرح لك كيف تقوم بهذه العملية وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتي لا تنسى سأكون سعيدا أن تكون فرضا من عائلتنا بالضغط بالضغط على اشتراك تفعيل الجرس لايك 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 ونبدأ على بركة الله إذن أول شيء سنقوم بتحميل تطبيق يدعى نوتي سيف تطبيق نوتي سيف ستجدون رابطة أسفل هذا الفيديو أو في بلاي ستور إذن أول شيء سنقوم بالدخول إلى التطبيق على هذا الشكل ولاحظوا معي جيدا إذن سنقوم بالضغط على التالي والسماح طبعا سنقوم بالسماح بالتطبيق إذن سنقوم بالذهاب إلى هنا والضغط على نوتي سيف ونقوم بالضغط على السماح ونقوم بالرجوع ونقوم كذلك هنا بالسماح إذن سنتظر ما يقوم التطبيق بتحميل قائمة التطبيقات هنا سنقوم بالضغط على التالي والآن التطبيق أصبح جاهزا للاستخدام إذن هنا سنقوم بحذف جميع التطبيقات هنا مثلا ونقوم فقط باختيار التطبيق الذي سنعمل عليه فالتطبيق حالي الذي سنعمل عليه هو التطبيق واتساب ويمكنك أن تقوم بتطبيق هذه العملية على تطبيقات أخرى كالإستغرام وكذلك الميسونجر وغيرها من التطبيقات التواصل الإجتماعي جيد الآن قمنا بتطبيق الخطوة الأولى الآن سوف نقوم بالرجوع وهنا كما ترم أصبح لدينا تطبيق واتساب شغال إذا لاحظ معي جيدا أنا سأقوم بالذهاب إلى واتساب على هذا الشكل إذا سأقوم بالدخول إلى الواتساب وبالتالي سأقوم بإرسال رسالة مثلا على سبيل المثال لاحظ معي جيدا وسوف يتم استقبالها من طرف ذلك الشخص لاحظ معي جيدا إذا قمنا الآن بالذهاب وكنا على سبيل المثال نعمل في الهاتف فسوف يقوم شخص ما بإرسالنا رسالة على الواتساب بعد ذلك سوف يقوم ذلك الشخص بحذف الرسالة إذا قمنا الآن بالرجوع إلى الواتساب سنقوم بالذهاب إلى قائمة الواتساب وسنلاحظ أن الرسالة تم حذفها إذا قمنا بالدخول إلى الرسالة ستلاحظون أن هذه الرسالة تم حذفها والآن كيف نقوم باسترجاع هذه الرسالة الأمر سهل جدا نقوم بالدهاب إلى تطبيق نوتي سيف ونقوم بالدخول إلى هنا وبالتالي كما ترون هذه هي الرسالة التي تم حدفها إذن لاحظوا معي جيدا إذا قمنا مثلا على سبيل المثال بإرسال رسالة أخرى باللغة العربية إذن أنا سوف أقوم بإرسالها من هاتف آخر وبعد ذلك سوف يتم حدف الرسالة على هذا الشكل الآن قمت بحدف الرسالة من هاتف آخر نقوم الآن بالدخول إلى الواتساب وسنلاحظ أنه تم حدف هذه الرسالة كما أخبرتكم من طريقة بسيطة ستقوم بالرجوع إلى تطبيق نوتي سيف وستلاحظوا الرسالة التي تم حدفها وقمنا باسترجاعها بكل سهولة هذه هي الطريقة الوحيدة لاسترجاع الرسائل كالمحدوفة في تطبيق واتساب أتمنى أن الحلقة أعجبت إذا كانت تساؤل بخصة الحلقة أرجعنا أكتبوا أسفل هذا الفيديو وسأقوم بالإجابة عليه أضرب لكم واحدا في الحلقة القادمة تمتم في آمان الله ورعاية اشتركوا في القناة